اليوم بين ايدينا راوتر D-Link DSL 2750U هل هذا الراوتر بيدعم ميزة الـ IPTV؟ هل هذا الراوتر بيستطيع بث ميزة الـ IPTV لا سلكياً على الهواتف؟ بهذا الفيديو رح نعرف رح ننتقل لجهاز الكمبيوتر مباشرةً لنقوم ببرمجة إعدادات الـ IPTV على هذا الراوتر ونشوف وبعد ما انتقلنا لجهاز الكمبيوتر يا شباب وشبكنا الراوتر عن طريق كابل الشبكة على الراوتر لحتى نقوم ببرمجة إعدادات الـ IPTV بدخل على أي مستعرض انترنت عندي وبأدخل العنوان التالي 192-168-1-1 تطلع لي واجهة الـ D-Link المعروفة وبدخل بهذا المكان عبارة admin وبعمل login تطلع لي واجهة البرمجة الرئيسية لراوتر الـ D-Link اللي بين ايدي بنتقل عند انترنت Setup منلاحظ أنه موجودة عندي إعدادات الانترنت المعروفة فطبعا يا شباب هذا الراوتر مبرمج سابقا وداخله في إعدادات الانترنت يعني هو كأنترنت شغل ولكن إعدادات الـ IPTV اللي الساعة ما نزلناه هو هذا الفيديو لطريقة إنزال إعدادات الـ IPTV بهذا الراوتر من عبارة Add بالأسفل بضغط عليها الـ VBI 0 الـ VCI 32 البروتوكول بحطه بوضع PPPoE وبالنسبة لهذا الخيار بخليه بحالات الـ L-C بنزل لتحت شوي في عندي بهذا المكان الـ Username والباسورد من وين بحصل عليهم؟ من مزود خدمة الـ IPTV اللي يعطاني الخدمة وبعد ما وضعت الـ Username والباسورد طبعا هون الباسورد بيطلب مني أن يكررها مرتين بنزل لتحت ننتبه لخيار الـ Enable NAT يكون بحالة تفعيل وبضغط على عبارة Apply بنلاحظ أنه انضافت عندي إعدادات الـ IPTV بهذا المكان بشكل منفصل عن إعدادات الانترنت المعروفة بنرجع بضغط على عبارة Add والـ VBI بخليها 0 والـ VCI بخليها 32 ولكن هالمرة البروتوكول رح خليه بوضع الـ Bridge أو Bridging بنزل لتحت شوي وبضغط على عبارة Apply بنلاحظ أنه الإعدادات صارت عندي بهذا الشكل أول إعداد 0 على 32 هو Bridge الإعداد الثاني 8 على 35 هو إعداد الانترنت المعروف وآخر إعداد هو 0 على 32 الـ BBBOE اللي بداخله الـ Username والباسورد الخاصين بالـ IPTV وهلأ بنتقل عند Advanced داخل صفحة Advanced في عندي تبويبات بهذا المكان بنزل لتحت شوي وبدخل على عبارة Routing Static Root بهذا المكان بضغط على عبارة Add وبهذا المكان بدي أوضع الأرقام التالية طبعاً بيسألني شخص من وين حصلت على هدول الأرقام هدول الأرقام أعطوني إياهون مزود خدمة الـ IPTV طبعاً هدول الأرقام خاصين بمزود خدمة اللايكي وفي أرقام تانية ظهرت على الشاشة قبل شوي هي خاصة بمزود خدمة الـ Pro TV بعد ما وضعت الأرقام من هاي المنسدلة اللي هون بختار الـ BVC-032 واللي هي خاصة بالـ IPTV وبهذا المكان بحط رقام واحد وبضغط على عبارة Apply تطبيق منلاحظ أن الـ Routing نضاف بهذا المكان وبهي الطريقة منكون أضفنا إعدادات الـ IPTV لراوتر الـ D-Link لا سلكياً على الهواتف وطبعاً أكيد بالإمكان بث الميزة لا سلكياً على اللابتوبات والشاشات الذكية وإضافةً لذلك بالإمكان استخدام كابلات الشبكة لوصلها على الكمبيوترات العادية أو الشاشات أو اللابتوبات لاستخدام ميزة الـ IPTV شكراً لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية